طيب احنا خلصنا من الاسئلة السريعة دخلنا على فقرة حق الجمهور حق الجمهور بيسأل والضيف بيجاود انت جاهز معنا شوف لحق الجمهور؟ احنا جاهز حق الاول علينا هو الجمهور طيب يعني نقول جاهز؟ جاهز طيب نبدأ مثل خيري عكبتن مصطفى ماجري اللي عاودتنا على اللعب النديف والسرعة اللي مكنش في حد زيك فيها ومصر الخير يا كبتن شريف كنت وينجي ما حصلش بس مش عارف ليه حضرتك كنت طلع زي الصاروخ ورجعت مرة واحدة تانية كنت طلع زي الصاروخ ورجعت مرة تانية رحت السويس رحت السويس في الحادثة دي ها؟ ورجعت تانية حادثة السبب من الأسفل حادثة طبعا اللي بعده؟ كان منافسة دايما بينه بين كابتن مجد عبدالغني وكان فيه فترة من الفترات كابتن مجدي تفوق في المستوى أو التواجد في الملعب كنت عادة تسأل كابتن شريف كان ايه السبب جطرة وايه المنافسة اللي كانت بينه بين كابتن مجد عبدالغني دايما وهو يقيمها لنا بايه؟ ايه المنافسة اللي كانت بينك وبين مجد عبدالغني؟ انتين طلعتوا مع بعض؟ مجدي كمل وانت ترجعت هارجع تاني اقوله هي الحادثة بالنسبالي بس انا ما ليش رقب مجدي في الملعب يعني انا في حتة وانا في حتة هو استمرارية مجدي واول واحد احترف كمان مجدي مظبوط في البرتولان اه يعني هي ما كانش فيها غير الاصابات بس هي لو هنكرن التواجد يعني انت كابتن ولا مجدي عبدالله انا طبعا انت كابتن سامع مجدي سامع اللي بعده بتاعيز اواجيه سؤال لكابتن شريف عبدالمنعم هو ليه دايما يعني بيتقالق في قدام اه نادي الزمالك اجا لك اوها يا عم سؤال اه االوقع باستمرار ا Bel ever in the night نادي الزمالك تترسى ما بيه ما فيش حاجة من مباردات كمة يعني الدنيا كلها توقع منتظراها يعني دي بقى اليوم حلو اليوم جميل كسبان متعادل تبقى حاجة جميلة جزيل ما ما جيبش سريتها انت اللي اللي بعده هسألك بس سؤالين كده ممكن اقولهم لك اول واحد هل الحادثة اللي حصلت لك يا كابتن شريف دي بعد ذلك عن القرى عن القرى القدم على ما انك كنت يعني ترافولتا القرى المصرية السؤال التاني ممكن اقولولك هل احنا كنا ممكن هنشوف رجي ابازة تاني لمر اتنين بعد ما كنت انت موجود بعد ما توفى رجي ابازة قلنا هنشوف رجي ابازة تاني يعني سؤالين جولك هو يا عم الحادثة اه دا ما هو قال هي السبب هي اللي اخرت المسيرة كلها على كل ما انتمناها رجي ابازة بقى انا كنت متوقع مثلا رجي ابازة عمر الشريف انت كنت متوقع لا وهو كمان دا مش مجالية وان انا افحر فيه واوصل للشكل اللي انا عملته فيه دا كانت بس بتقول ان ممكن لعيب الكورة عادي جدا ان هو ممثل وممثل محترف يعني فانما رجدي والناس دي تولدوا فنانين فنانين ممثلين مش لعيب الكورة يعني دا سوال بوجهه السيادتك انت عارف ان انت اللي بيبقى في الادارة او بالحط العين عليه لازم يعايش في النادي تواجد في النادي انه مش هينفع يخرج يروح لا ما وحسب انت عايزيني والناس هتفدل لسه مستنيات يعني اوحا مستنيات كرسي بتاعك او excellent انا عادت بره وسافرت بره عيشت في فرنسا شوية ورجعت فاااا بس الناس عارفة شريف عبد المنعم وفيه ناس عاشت وماتت وبتموت ومعندهاش غير الكرة الناس دي بتبقى الأقرب للعين الأقرب لأننا زي كابتن محمود عنده ملفات مثلا كبيرة مدير الكرة ومدير النشاط الرياضي ومدير فبيبقى اختيار الشخصية الموجودة يعني مش لازم بقى لعيب كرة بس يطلع في الإدارة أو التدريب لا لعيب الكرة رأيه مهمة في الإدارة وكل حاجة ويبقى بيساعد وبيساعد بكوة جدا يعني إنما الشخصية اللي انت تبقى معتمد عليها خلناها تبقى قريبة منك أنت وانت راجل مسؤول لازم أنت تبقى عندك ثقة تماما إن هو مش هيروح منك كده ولا كده الشريف عبد المنعم السينما وال... راح هنا شوية وانت مش عادي تمسيك له ماسكة يعني طيب اللي بعده ها كابتن الشريف طبعا إحتي كنا متابقينك زمان طبعا في وقتنا دوا وفجئنا إن انت اتجهت للفرن مرة واحدة وسبت الكرة فمش عايف ده حالك عندني اختيارك وأو أنت أغويت الفن ووضلت الفن على الكرة وإنك أنت كنت في الكرة كنت حاجة جميلة جدا جدا وفي الفن برضو كنت جميل جدا جدا وهل أنت يعني دخولك الفن أصر على مشوارك في الكرة أو أنت اخترته بنفسك فعايزين نفهم منك الحكاية دي ليه اخترت الفن في وقت إن انت كنت فيه كويس جدا جدا ماشي في الكرة فعايزين من نساتك إجابة الحكاية دي أهلي أو أي حاجة فهنا دي الحتة أنا وإنت كنا بنتكلم فيها لسه من شوية بعادتني شوية إن أنا أرجع وأبقى موجود وإن كنت أتبص علي أن أنا ممكن أبقى في أي منصب رياضي أو شكلي يعتمد علي فيه دي حاجة كويسة إن الناس بتحس بداية هل أنت كنت شاف من وجهة نظرك إن طالما دخلت الفن بقى صعبة أرجع تاني الإدارة وأرجع تاني للكرة؟ أنت بالنسبة أننا كالعيب الكرة ولعيبة معينة وما كانوا موجود في أي وقت في قلب الناس وفي وسط ناديه وأنا من الناس اللي هي يعني القلاء اللي أنا أبطل وما روحتش في حتة يعني فضلت قاعد في النادي الأعلي والنادي ده بتاعي وبحبه وناس يمكن حاصل كم موقع كده حاسوا بحبي للنادي جامد جداً فبقيت منهم إحنا في المرحلة اللي بنخلص فيها كرة وبنرجع نبقى في وسط الناس بنسفرج على المطشات وكاين إحنا بنبقى زينا زيهم إحنا جمهور دلوقتي إنك إنت تديني فرصة إن أنا حل المباراة وإي حاجة ده شيء جميل جداً إن أنا أعبر عن رأيهم في المباراة والحاجات طيب لبعده وبس عايزة أسأله سؤال يعني إحنا بنسمع إن كابتن شريف عبد المنعم الناس بتقول يعني جمهور مش إحنا إنه هو مغرور شوية وكده هل هو مغرور وهدي عايزة نفسي بنفسه وبتاع ده عايزين أعرف منه السؤال ده يعني قول يا مغرور من عمري ما كنت مغرور ولا أعرف الغرور ملحقتش أطغر حتى يعني إنما إحنا صغيرين كنت ممكن تشوف نفسك يعني وإنا عايز صغير هو ما شعبني هل بغورت طبق آه لأ أشتري البيضة وإقلب اللياءة وعمل الكسس الكبيرة دي إنما أنا أبعد واحد عن حياتة الغرور دي حتى لو وصلت الفين يعني حتى لو أنا أنا راجل ما سلت ولعبت كورة والناس بتحبيني أنا أبسط من البساطة في وسط الناس وأنا ماشي معهم يعني اللي بعده حب أسأل سؤال كابتن شريف يعني إيه اللاعب اللي إنت شفت فيه نفسك والمركز اللي إنت بتحبه قضيني أسألة هي يعني مدلعينك الخطالع ما تشاركني في السؤال ده آه إيه إنت رأيك لا إنت اللي تقول إنت رأيك إيه أنا لا أنا مش رأي ده بالناس عايزة بتسألك إنت بسألنيش أنا ما هو على على السيستم اللي إحنا بنا نلعب بيه أربعة ثلاثة ثلاثة زمان لا إنت اللعيب إنت بتشوف في الوقت الفترة دي سواء أهل زمالك إسماعيل اللي إنت بتشوف فيه آه شريف عبد المنعم وبفكرك بالأيام ما ومين هو اللعيب اللي كان بياخد الكورة من تحت يوصل بيها لغاية الناحية التانية لغاية التمنتاشر الخص ومين اللعيبة يمكن إخواتي الكاباتي نتكلمه وكلامنا صعب إن هو أنت تكارن حد من صفا عبد الخطيب شيف عم بنا من دلوقتي لبعده كابتن شريف إحنا مبسطين إحنا شفناك وإنت فيناك من زمان ما حدش بيشوفك ليه ويا ترى مين أفضل لعب موهوب شفته في اللعبة المصرية في الفترة اللي فاتت أحسن لعبة على مر العصور بالنسبة لنا شفته كان خطيب يا خطيب وحاليا وحاليا الشناوي الشناوي هو المستوى الثابت يعني طي اللي بعده بس ألم على حياتك كابتن شريف وعيسر حقيق سؤال أوفأنا حياتك تمنيت هزمت الزمالك في أفرقيا وقلت دفت تصريح رسمي لم يحدث يعني حصل صوت أفاهم في تصريح ده وأنا كنت شرحته لك آه في السوشيل ميديا آه كلم على مسؤولة الدوري أيضا أو في أفرقيا خالص نعملوا الصحة حالص ده الحقي مشروع أننا نتمنى أننا نكسب الدوري طيب اللي بعده سأل كابتن شريف إيه اللعب كرة في الأهلي دلوقتي وشايفه خليفتك في الملاعب مين خليفتك في الملاعب؟ تنمت مني ولا إيه؟ ها؟ السئلة صعبة أولي دي سئلة صعبة؟ بس الجمور عاوز يعرفه مين خليفتك؟ شفت نفسك في مين؟ فيه؟ آه لا خلاص محمد شريف محمد شريف محمد شريف بس محمد شريف يلعب برس حربه وانت كنت تلعب على الطرفين؟ بيلعب طرفي كمان تفعته شوية يعني محمد شريف عنده حتة الدخول يعني طيب اللي بعده؟ السؤال للكابتن شريف عبد منعم انت ليه يعني كنت مواببة كبيرة وكنا كلنا بنحبك وليه حرمتنا يعني ما طولتش كتير في الملاعب لأن كنا نتمنى أن انت تدينا وقتا أكتر يعني وكيب كان بيشتغل في الخليج سايزا ده آخر سؤال آخر سؤال آخر سؤال لانا الإصابة هي اللي حرمتني من اللي أنا أعدي اللي أنا كان نفسي فيه في الكرة طيب إيه السؤال اللي انت كنت متوقعه إن الجمهور يسألوا ليك؟ هي هم غطوا بعدي عن النادي وليه أنا مش في التدريب وليه مش في الإدارة وجمعوا إن أنا ليه ما كملتش برضو في حكاية السينما إنما في في ناس في السينما كابتن مصطفى ما عملوش عشر أفلام ومسلسلين وحاجات كده عملت مسلسلات؟ آآ عملت مسلسلات خدت من أحسن ممثل خدت الأوسكار؟ خدت الأوسكار من صفة الشريف الله أرحمه ده مسلسلين إيه؟ كان مسلسل اسمه كومي كومي آآ خدت أحسن ممثل كان معمين من الفنانين؟ آآ كان حفظي كويس والمسلسل الثاني إيه؟ المسلسل ده تعمل عني أنا عن قصة حياة شيفا ببناء في الكورة يعني بس كان حلقتين ثلاثة كده مسلسل بس بيتعمل حلقات فيه منفصلة أنا عملت حلقتين ثلاثة عن قصة حياة شيفا ببناء سلسل